عارف هذا عمل عم بغربل عم بيستخدم الخوف اليوم مكتوب الذين كل حياتهم تحت العبودية بسبب الخوف تعرف انه الناس خايفة تموت الناس خايفة من الموت تعرف انه الناس خايفة انه تنزل على القبر تكون تحت الارض خايفة من القبر والاخطر تعرف انه الناس مع كل المحاولات اللي بتعملها خايفة من الابدية الابدية مجهولة في نظرهم نفسهم يعرفوا طب ليه ما تسمع من الشخص الحي اللي هو يسوع المسيح اللي هزم الموت وهو حي الى ابد الابدين وفيه شخص رجع في هذا الوجود غير يسوع المسيح طب اسمع ليسوع المسيح الذي قال في بيت ابي منازل كثيرة وإلا اني قلت لكم امضي لأعد لكم مكان ومتى مضيت واعددت لكم مكان آتي ارجع يعني اخذكم حيث اكون انا تكونون انتم معي ايضا اني حي انتم ستحيون بدك اكتر من هيك تأكدات الذي يؤمن بالابن اي بكلمة الله يسوع المسيح له حياة ابدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله فالشيطان كذاب الشيطان قتال منذ البدء عم بيقتل عم بيصفك دم الابرياء اي دين اللي بيقتل الابرياء اي دين تعرف الكتاب بقول الصارق لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك اما انا اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل اشتركوا في القناة